والله بلشت بنا من الباحة ساعة وصنع عشر ظهر ولحد الليل يعني بالليل طلعنا من الخيام المواد غذائية انتلفت من الشذات المطعمة الهواجاني المواد الغذائية يعني جمعناها الجمع نهل الخير والله الحكومة ما تقتلتني شنازل بنا برا هلا موجود صوروحة العالم الشيوه طلعنا كرافانة انطولنا عساس كرافانات ما تحمينا من كيش يوم مطهن احسن لني احنا نطالب يريد رجعونا لو ديارنا يبنينا احنا مو عراقيين اذا مو عراقيين قولوا يا بخل انت مو عراقيين اطلعو طب المية على الخيام كوني طب صوره صور الجهال صور الجهاش شو صار بيني يعني تدمرنا نهائيا بنا خلقهم خلقهم الجهال وطلعوا الجوامع يعني الجوامع شي تكفى الله عايز كفى 1500 عائلة والله بيهم بقسم باتب وتوالدات يعني بس نعمل فسنة والله مثنا كادي بخيام شل مية يطبع علي اعلينا احنا رحضت ل asam例えば viore الجامع كاعدنا بالجامع احنا وين مسؤولين وم سؤولين العراق بينهم وين هم به الشدات هذا خبرا الله ما يخافونه ما قالوا chefs المهجرين لا رحضوا رحشنا من ديانة وقعدنا هنا ما يخافون أن يشاف بهم حقوفة ما عدنا اللقعا بيها موقعتهم بنشرها الشجا serie وون رقعة ال Quranوا تخرج عليهم يسمناا للجوامع وين هم مسؤولين 光وا بدنا presses مسؤولين نجا وين هم مسؤولين العراق بينهم أطفال العراقيين ما حسب نفسنا عراقيين والله والله يعني ملابسنا تقرقت خير ما تقرقت علينا قوفة ما عدنا الهزمنا للجامع الجوامع قف فلا شتكفتها في العوالي كلها الهزمت فيها يعني وين مسؤوليننا وينهم يعني احنا نقرأ أطفال قمنا نفكروا بالانتحار يعني وين مسؤوليننا ما يفكرون بين يقدرون يعيشون ساعة بدل ما حسنا نحن بالمطار والعاصفات قمنا نفكروا بالانتحار قوفة ما عدنا نعيش بيها